هذا وقد عاد جلالة عهل البلاد المفدى بحرط الله ورعايته إلى أرض الوطن مساء أمس قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد أن شارك في حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثلاثين وكان في مقدمة مستقبل جلالته صاحب أسم الملكي لمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا وغادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى المملكة العربية السعودية الشقيقة أمس حيث كان في مقدمة مودعي جلالته صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض وسعادة الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية هذا نصها خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا ونحن نغادر المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد مشاركتنا في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية أن نعرب عن شكرنا العميق وتقديرنا البالغ لكم حفظكم الله ولحكومتكم والشعب السعودي الشقيق على ما قبلنا به والوفد المرافق من حفاوة بالغة وحسن استقبال وكرم ضيافة عكست عمق ومتانة العلاقات المتميزة التي تربط بين بلدينا وشعبين الشقيقين التي أرسى دعائمها الأجداد ورعاها الأبناء والأحفاد على مدى الأيام ومر العصور كما ويسعدنا أن نعبر عن مشاعر السعادة لمشاركتنا في هذا المهرجان الثقافي والتراثي الذي تحرص المملكة العربية السعودية على إقامته سنويا تعبيرا عن الإنجاز الحضاري والإنساني الذي لعبه أبناء المملكة العربية السعودية في تقدم الحضارة العربية والإسلامية إنما لمسناه وشاهدناه من مظاهر النهضة المباركة والتقدم الذي حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات والميادين في عهدكم الميمون هو مبعث فخرنا واعتزازنا وأننا نتمنى للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والإزدهار والرخاء واستمرار نعمة الأمن والأمان ولندعو الله مخلصين أن يحفظكم ويليم عليكم نعمة الصحة والسعادة ويوفقنا للعمل جميعا من أجل خير ورفاه شعوبنا وأمتنا العربية والإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة